المشكلة الاخرى هي ان هما برضو مش عارفين ازاي يستفيدوا من بنك التنمية الفلاح الفلاح البنك التنمية يعني انا جايب لحضرتك بجي اقول لنا بنك التنمية ممكن يقدم لفلاح يعني انا مثلا بجي اقول لحضرتك ايه النهاردة القروض الزراعية وانا بقولي الكلام ده وعاوز يعني اخواننا المزارعين يبقوا على يقين منه وانا المسؤول عن الكلام اللي بقوله لما تكون القروض الزراعية بخمسة في المية وبيتدفع عليها واحد في المية ومصاريف واذا هو سدد بعد فترة الزراع بخسم له خمسين في المية منها وهو لا يتوسع في هذا فهو مقصر في حق نفسه لما يكون فيه مشروعات تربية البتلو بتبقى في سبعة في المية التسمين وعلى فكرة التسمين وبفايدة بسيطة واخواننا المزارعين ما يتوسعوش في هذا عشان نغطي احتياج البلد من السروة الحيوانية انا اعتقد ان ده يبقى برضو تدلو كارت سبعة في المية سبعة في المية وفي قيمة على فكرة حقول لحضرك على حاجة ان في قيمة بحددة للحيوان الصغير بتصل في بعض الاحيان الى 4000 جنيه على الراس وليها اشتراطات ان يكون فيه مكان واعتقد ان ده مسألة متوفرة لدى اخواننا المزارعين شايف الفلاحين ما بيقبلوش على ده مش ما بيقبلوش هما ممكن يكونوا عاوزين يقبلوا على هذا بس هما خايفين طب ليه ما نقولش ان ده عيب في تسويق البنك هو مش عيب في تسويق البنك لسبب واحد ان ده مطروح والناس بتروح لهم وتقول لهم تقدموا بس هما خايفين من ايه ان بيكمل هذا الخدمات البيطرية خدمات البيطرية ودي يمكن ابتدأ مكلفة على الفلاح مش مكلفة هو التأمين لان احنا برضو بنقول ايه عشان نحمل فلاح بنعمل التأمين لكن انا بقول لهم على حاجة على الرس الماشية اه احنا بنقول لهم على حاجة مهمة اوي ان نسدو تأمين الماشية وشركات التأمين وللمربي ان يختار اللي هو عاوز بنصر على حاجة خفضنا السعر بتاع قصة التأمين الى ادنى مستوى وانا اصررت خلال الاسبوع اللي فات ان انا عملت معاهم اجتماع وقلت لهم تنافس بينكم ونزلوا الاسعار لان ده هيعود على السروة الحيوانية واللحوم عشان نوفرها لما كون انا النهاردة عشان احولوا لميكانة زراعية وبديلوا ميكانة زراعية بـ يعني استري جرارات اه شري جرارات مكان راي يا جماعة ده يا جماعة ده بتسعة في المية وبسيطة لما كون انا بتكلم يعني احنا عاملين تجربة جميلة جدا مع مصر الخير في الطور وصلت الى 30 مليون دلوقتي لشباب الخرجين علشان تربية وتسمين السروة الحيوانية والتجربة دي ناجحة بكل المقيس الحقيقة النهاردة احنا في الطور فيه مشروع كبير جدا 30 مليون جنيه ان شاء الله في اسيوت بالتعاون مع مع المحافظ اسيوت ومع مصر الخير وكان لسه فيه تليفون النهاردة من مصر الخير لان الدفعة الجديدة هتيجي وهم حينفزوها في ابنوب ان شاء الله في اسيوت ومهتمين بهذا الكلام ده يا جماعة شباب الخارجين لازم تعمل الكلام ده يا جماعة يا شباب اللي عاديين اللي انتوا غاوين هم ما يعرفوش ولا يعرفوا مش عايزين عارفين يا فندم بس لازم برضو احنا حنقوم بدور يعني انا من خلال مشروعك المشروعك اللي هو تولته بوزارة التنمية المحلية احنا النهاردة مجموعة القروض اللي ديناها لشباب الخارجين تقترب من 70-80 مليون جنيه في مشروعات زراعية لان بنك التنمية والايتماني الزراعي منوط بجانب المشروعات الايه الزراعية وايه وبتسهيلات كبيرة جدا يا جماعة انا بقولوكو يا جماعة ارجوكم لو فيه اي احنا بسطنا المستندات جدا واللي بتطلب بسطنا الاجراءات الفترات الزمنية قلت المعاينة بالتم عشان نتأجد من الجدوى شركات التأمين اتفقنا معاها وخفضنا النسب التأمين الى اقصى درجة واشترطنا لو فيه اي مشكلة حتيجي من شركة التأمين وما تدفعش في حالة اي حدوث اي شيء مش هنتعمل معاه